عبر هاشتاق البرنامج الذي يظهر الآن على الشاشة الجواب الكافي معالي الشيخ نحن الآن في آخر جمعة من رمضان يكثر الحديث عند عامة الناس على مثلا فضائل معينة لآخر جمعة من رمضان آخر جمعة من العام الهجري آخر يوم من رمضان آخر يوم من العام وهكذا هناك الحديث عن بعض الفضائل عن أيام معينة ربما لم يأتي بها خبر معين فهل في ذلك خبر صحيح أو عمل يؤديه المسلم فيها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فلا شك أن يوم الجمعة يوم فاضل وفيه مميزات ليست في غيره من الأيام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة أفضل الأيام ولذلك فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بتخصيص هذا اليوم بعدد من الأعمال ومن ذلك ما ورد في الحديث أن يوم الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم يصلي يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا آتاه الله وبالتالي فهذا اليوم فيه هذه الساعة الفاضلة وقد اختلف أهل العلم في هذه الساعة هي أي ساعات اليوم وطائفة يرون أن هذه الساعة هي في آخر ساعة من النهار وهناك مرة أنها في وقت صلاة الجمعة وبالتالي فإن الإنسان إذا خص هذا اليوم بمزيد خصيصة في الدعاء فيرجى أن يكون ذلك من أسباب إجابة دعوته ولذا أوصي أخواني بالإكثار من الدعاء في هذا اليوم وأوصيهم بأن يختاروا من الأدعية الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أدعية جامعة ونثق بأنها سليمة من أن يكون فيها شيء من الملحوظات وحري بها أن تجاب وهكذا أوصي أخواني بأن يدعو بالدعوات التي تشمل بفضلها خلقا كثير فيدعونا للمسلمين عموما كقول الإنسان اللهم وقف للمسلمين والمسلمان أو يدعو الإنسان لصلاح أحوال هذه الأمة واستقامة أمورها وأن يكون لها من العز ومن الخير الشيء الكثير يدعو الإنسان أيضا بأن يهدي الله من في الأرض وأن يهيأ لهم أسباب الهداية يدعو الله جل وعلا بأن يكثر العلماء في الأمة وأن يجعل لهم المكانة وأن يجعل لهم من القيام بنشر دين الله عز وجل والدعوة إليه ما يكون سببا من أسباب هداية الخلق ومن أسباب محبة الله عز وجل للعباد ونحو ذلك هنا شيء وهو أن هذه الخصيصة ليست خاصة بآخر جمعة من جمع شهر رمضان وإنما هي عامة في جميع الأشهر ولكن هذه الجمعة لما كان الإنسان فيها صائمة وكان الإنسان في يوم جمعة يرجى أن يكون له من إجابة الدعاء ما لا يرجى في غيرها من الأيام وهنا تنبيه وهو أن بعض الناس يقوم بتخصيص هذا اليوم بعبادات لم تدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بجعله محلا لصلوات زائدة أو جعله محلا لصدقة خاصة يعتقد فضيلة الصدقة في هذا اليوم لذاته ونحو ذلك فهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى ما أن يسارى فيه وما يعبد به رب العزة والجلال أن يكون الإنسان على طريقة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهكذا اعتقاد أن هذا اليوم له مزية وخاصية في قراءة القرآن بحيث يكثر الإنسان من القراءة نقول هذا ليس واردا وإنما الذي يحسن بالإنسان أن يجعل ورده في هذا اليوم يماثل ورده بغيره وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وعن تخصيص ليلة الجمعة بقيام لا يقومه الإنسان في غيرها من الليالي ومن الأمور التي ينبح عليها في هذا الباب أن بعض الناس يعتقد أن ليلة القدر هي ليلة الجمعة ويجزم بذلك بدون أن يكون هناك مستند وكثير من الناس يقولون مثل هذا اللفظ وقد ينسبونه إلى بعض العلماء بما لا يثبت نسبته إليهم ولكن كانت الجمعة تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ومع ذلك لم يؤكد على أصحابه بقيام ليلة الجمعة دون غيرها من الليالي ولم يذكر ليلة الجمعة خاصية في تحري ليلة القدر دون غيرها ولذلك فإن الإنسان لا ينبغي به أن يظن أن ليلة الجمعة أحرى بأن تكون ليلة القدر وبالتالي أيضا لا يحسن بالإنسان أن يترك الأعمال الصالحة في بقية الليالي وإن من أجل أو بسبب أن ليلة الجمعة قد فاتت وبقية الليالي محتمل أن تكون ليلة القدر والعبرة بالخواتيم وإذا ختم الإنسان أعماله في رمضان بخاتمة حسنة يزداد فيها من العبادة كان ذلك مما يسجل له في ختام أعماله نعم أحسن الله